بكم مجددا نستمر مع اه نيكس جي اس وموضوعنا اليوم هو سنتعلم قليلا حول الراوتينج باب دايركتري كيف يتم ذلك. وانا قم بحذف هنا لاحظوا لا يوجد شيء قم بحذف الاب وقم بحذف ايضا لا نحتاجها الان وسنبدأ من منذ البداية. منذ البداية سنبدأ هذا الموضوع. فاول الشيء هو اننا نحتاج ان نقوم بانشاء الاب دايركتري لانا فعليا اه لاوجد لدينا ابروت. فحتى لو ذهبت الان للصوحة الرئيسية سيقول لي لان بكل بساطة ليس هناك لاي اوت وليس هناك بايج. فاذا الاساس ان نضيف لاي اوت. فاذا ذهبت الى الاب وقم بانشاء لاي اوت مجددا. فاذا هنا سانشأي لاي اوت للهوم بيج با اه بالاب او بالهوم بيج. وهنا لاي اوت وهنا سنكتب واللاي اوت الرئيسي هنا الاول يجب ان نضيف له اتش تامل. فهنا سأضيف اتش تامل ويجب ان اضيف البادي تاك. بهذا الشكل جيد. بداخل البادي تاك سأضيف ديف. وهنا ساكتب اتش وان. بداخل اتش وان ساكتب اه هوم بيج. وهنا سأضيف ستايل لهذه الديف. ساجعل لها آآ لايت ملو. واضح. ايضا سأضيف لها بعدين وان ريم وفقط. آآ هنا ايضا يجب ان اضيف تشيلدرن حتى يتم اضافة هذه آآ معلومات البيج. وهنا سأجلب تشيلدرن. فاذا هذي هي اللي اوت. فاذا دعونا نراها دعونا نوضحها بالرسومات. فاذا هنا لدينا بداية قمنا بانشاء لي اوت. وهذا اللي اوت وضعنا بداخله الاتش تامل والبضي تاك. جيد. فاذا هذا الشيء الذي قمنا به. الموضوع البيج. البيج التي سانشئها الان. يمكن ان اضيف محتوى الباضي تاك. فاذا الباضي تاك هنا تم فتحه. هنا نغلقه. بالداخل الباضي تاك هنا. الشيء الذي يمكن ان اضعه هي المحتوى الموجود ببيجز. والبلاي اوت يتم التعبير عنه كشيلدرن. فاذا اردت ان اقوم بكتابة هذه الاتشيلدرن. بكل بساطة يجب ان اضعها بداخل البيج. فاذا لنذهب الى البيج ونضع في هذه الامور. فساقوم بانشاء الان ملف اسمه. هنا مرة اخرى اكسبورد. ديفولد. فانشن. هومبيج. او بيج لا مشكلة. وهنا نكتب ريترن. وهذه هي ليتشلدرن. فانا اريد مثلا هنا ان اكتب ديف. وبداخلها اتش تري مثلا. واكتب هنا. هذا نكتب هومبيج. طبعا نحن باللي اوت كتبنا دعونا اضيف كلمة لاي اوت. عنا هذا موجودة باللي اوت. فاذا الان لو ذهبت الى الصبحة هنا وتحديث. لاحظوا سيظهر فو او فور. سبعا للاسف انا كنت اذهب للبلوغ. انا اريد ان اذهب للهومبيج. لاحظوا هذا الخطأ. فاذا الان يفترض ان تظهر لدينا الهومبيج. فاذا نلاحظوا هذه هنا اللي اوت. والان ظهر لي الهومبيج التي اضبتها من خلال البيج. صبحة البيج. طيب. الان اريد ان انشئ راوت اخر هنا بداخل هذا الملف. وهذا الراوت هو ان يكون ان يذهب الى الداشفورد. فاذا الان انا اريد الذهاب الى الداشفورد. فماذا كيف يمكن ان انشئ مثل هذا؟ الخطوة الاولى لهذا الموضوع انشئ دايركتوري باسم داشفورد. فاذا اللي نقوم بذلك. فاذا بداخل الاب سانشئ دايركتوري اسمه داشفورد. فاذا لنذهب الى الاب هكذا ولنرى. فاذا لدينا دايركتوري اسمه داشفورد لكنه فارغ. هذا هذا الداشفورد. هذا الملف الذي انشأته او هذا المجلد الذي انشأته الذي اسمه داشفورد. فاذا الان اريد ان اجعله مرئي للعيان. اريد ان اجعل الجمهور يدخل للداشبورد. بكل بساطة التكنيك لهذا الموضوع ان انشئ ملف بايش بداخل الداشبورد. حتى اجعل هذا الراوت مرئي للعيان. فكيف بدأ لك? بكل بساطة اقعد للموضوع. واقوم بانشاء ملف بداخل الداشبورد. اسمه بايش دوت جي اس. هنا اكتب اكسبورد. وفنكشن. واسمه داشبورد. او يمكن ان سميه بايش. وهنا ريترن. ونفس القصة ساضيف اتش تري هنا. وساكتب this is داشبورد بايش. يعني هذه من صفحة الداشبورد. وهنا ايضا ساكتب style. ساكتب background. light green. وهنا دينا بعد. ايضا وان رام. فاذا الان هذه صفحة الاب. لكن لو ذهبت الى الداشبورد بكتابة هنا باليورال داشبورد. لاحظوا. سيظهر لي this is dashboard بايش. لكن لاحظوا ظهرت بالداخل اللي اوت الخاص بالهم بايش. فاذا بالداخل هذا اللي اوت ظهرت هذا. فبالرسم ما الشيء الذي فعليا ظهر اديه هنا. هنا لدي الصفحة. هذه الصفحة. قمت ببناء اللي اوت الرئيسي. فاذا هنا لدينا اللي اوت رئيسي. روت لاي اوت. قمت ببنائه من خلال كتابة هنا. اب لاي اوت. جيد. وهذا هو موجود هنا وهنا يتم اغلاقه. لاي اوت رئيسي. الان عندما اردت عرض محتوى صفحة الهوم بايش في ذا اب بايش. تم ادخال محتوى هنا. وظهرت بداخل هذا. جيد? نفس الفكرة عندما قمت انا بانشاء هنا. داشوورد. عب داشوورد عفون. وقمت بانشاء بايش بداخله. فايضا سيتم اضافة المحتوى البيش بداخل اللي اوت الرئيسي. الذي موجود هنا. اذا اردت ان اضيف مثلا للداشوورد خاص بها. يكون ايضا موجود بداخل هذا اللي اوت. فيمكن ان انشئ اللي اوت لهذه الداشوورد. كيف يعمل ذلك? فاذا لنرى. فاذا سنعود الى هنا ونقوم بانشاء داشوورد دوت جي اس. هنا سنكتب اكسبورد ديفولد فونكشن. وهنا لي اوت عن هذه خاصة بالداشوورد. وهنا سنكتب اه ريتان. سنكتب هنا ديف. اتش تري هنا سنكتب اه داشوورد لي اوت. اه هنا سنكتب اه ستايل. سنضيف باكي جراوند. مثلا لايت يلو. وسنضيف بعضنا البادنج. وهنا سنضيف تشيلدرن. وهذه تشيلدرن سناخذها من اللي اوت من هنا. فاذا الان لنرى النتيجة على ارض الواقع. فاذا نلاحظوا الشيء الذي سيحدث. بداية هذا هو الروت لاي اوت. ثم ظهر لي الداشوورد لاي اوت. وبالداخل ظهر لي محتوى بيج داشوورد. فكيف تعمل الامور اذا بنيكت جي اس? هل يمكنكم معرفة ذلك? فاذا لنوضح هذا. اريد ان اوضح لكم مفهوم اللي اوت والبيجز من خلال هذا الدرس. فكن صبورا معين. فاذا مرة اخرى. هذه هي الصفحة الرئيسية. لاحظوا. اول شيء اقوم به هو ان ابني اللي اوت الرئيسي. ممتاز. فاذا هذا هو اللي اوت الرئيسي يبدأ هنا. فاذا ابدأ روت لاي اوت. وهنا انهي روت لاي اوت. ومحتوى صفحة الرئيسية حتى اجعل الجمهور يدخل للصفحة الرئيسية علي ان انشأ صفحة بيج. محتواها سيكون بداخل. اه سيكون بداخل اللي اوت. الان كل صفحة انشئها بداخل الاب. مثلا انشأت اب داش وبيج. ايضا محتواها سيكون بداخل هذا اللي اوت. لكن اذا اردت ان يكون هناك تكون هذه الداشبورد محاطة باللي اوت اه مختلف او محاطة بالشيء محدد ليس مختلف. فبا بكل بساطة اقوم بانشاء هنا اب داش بورد لي اوت. وعندما ادخل هنا الشيء الذي سيحدث سيصبح هنا لدي داش بورد لي اوت. وهنا سيصبح لدي اغلاقه. لي اوت الخاص بالداش بورد. وهنا سيتم ادخال محتوى البيج بداخل هذا اللي اوت. لكن مرة اخرى عندما اقوم انا بتنفيذ الهوم بيج. ليس لها علاقة الهوم بيج ب داش بورد لي اوت. فقط سيتم عرض الروت مع محتوى البيج. فاذا اتمنى هذا واضح. فاذا الان اذا اردت ان ابني راوت يكون داش بورد. وثم مثلا لوجن. علي ان ابني لوجن اه فولدر مجلد بداخل داش بورد ويكون بداخله البيج التي فيها محتويات اللوجن. فذا مرة اخرى اذا اردت القيام بذلك. فبكل بساطة لنرى الاب. فذا هذا هو الاب. ساقوم بانشاء مجلد اسمه داش بورد لوجن. وبداخل داش بورد لوجن. ساقوم بانشاء بيج دوت جي اس. فاذا الان export default function page. او هذه اللوجن بيج وهنا return. ونفس القصة ساكتب div. هنا ساكتب لوجن بيج. وسأضيف هنا ايضا style color. مثلا هنا سنضيف background white. وسنضيف ايضا بعضنا البادنج. فاذا الان لو ذهبت الان انا بالداش بورد. لكن اذا قمت بالاعلى وذهبت الى لوجن. ما الشيء الذي سيحدث لاحظه. ضع للي الروس الرئيسي. lay out الداش بورد. واللوجن. فاذا الان ماذا لو اردت مثلا ان انشأ شيء آآ راود اخر غير الداش بورد. فانا اريد مثلا هنا بانشاء مثلا هنا شيء بالهوم بيج اكتب هنا بلوج. جيد. ماذا لو اردت انشاء مثل هذا الروت. فبكل بساطة علي ان انشأ مجلد اسمه بلوج. وبداخله انشأ ملف اسمه بيج دوت جي اس. فلنقوم بذلك. فذن بداية نغلق كل شيء. وتريه هذا. لاحظوا هيكلية الملفات كيف تكون. فذن سننشأ مجلد هنا اسمه بلوج. وبداخل البلوج سننشأ ملف اسمه بيج دوت جي اس لتجعل هذا الروت آآ مرئي. وهنا سنكتب اكسبورد ديفولد فانكشن بيج. وهنا سنكتب ريتان. وهنا سنكتب ديف. نفس القصة. نفس القصة. هذا درس تدريبي رجاء ان كن صبورا مع الدرس. آآ وهنا سنكتب آآ ما هذه بلوج. جيد. وهنا ايضا سأعطيها ستايل. جيد. سأعطيها باكي جراوند. براون. وهنا البادنج آآ وايضا كالر وايت. جيد. فذن الان مرة اخرى لو ذهبت الى سلاش بلوج. فالشيء الذي سيحدث ما الشيء الذي سيحدث برأيكم. هناك خطأ. يقول لي هذا غير معرف. لماذا? لان بكل بساطة علي ان اعيد تشغيل السيربا. يبدو انه يأخذ من شيء سابق. لينا عد لنرى الملفات مجددا. اريد ان اريكم الشيء. فذن لدينا هنا البلوج فيها بيش. لاحظوا في السابق آآ قمنا بانشاء لي اوت للبلوج. والان يقول ان هذا الموديول نت فاوند. هذا الشيء يحدث فعليا لانه ما زال يأخذ من شيء قديم. شيء مكتوب مسبقا ويأخذ منه. ولا وجد خطأ بكتابتنا. الخطأ من طريقة فيم الامور لهذا. فحل هذه الفكرة عندما اتواجدكم مثل هذه الاخطاء. بكل بساطة آآ لاحظوا ان هنا يوجد ملف اسمه ملف مخفي. هذا الملف الذي فيه فأنا اقوم بحثة جيد. واقوم باعادة تشغيل السيربا. فذن يفترض الان ان لا يكون هناك مشكلة. فذن لاحظوا ظهر امامي. فذن لاحظوا هذا هو آآ التي انشأتها بها. فذن لنرى. فنعم لانا نسيت هكذا يجب انتبه. فذن ممتاز. فذن لاحظوا ظهر لي هذا الموضوع آآ وظهرت لي بداخل الروت الخاص بالهومبيج. ليس لها علاقة بروت الداشبورد. فذن او داشبورد. يطبق لكل عنصر يأتي من لكن البلوغ جاءت من الهومبيج فلها علاقة بالروت الهومبيج. فاذن هذه هي الطريقة للتعامل معها بهذا الموضوع. طبعا ربما تقول طيب آآ ماذا لو اردت مثلا آآ اجلب الارتكل الاولى من البلوغ فيكون لدي فالطريقة لهذا الموضوع هي التالي بكل بساطة. انا بداخل البلوغ اريد ان آآ اوظهر الارتكل رقم آآ دعونا نرى. نريد ان نظهر الارتكل بال اي دي فبكل بساطة يمكن ان نكتب التالي. فذن بداخل البلوغ تنشئ مجلد بداخل البلوغ هذا المجلد اسمه سكوير براكت وتكتب الاسم مثلا اي دي او سلوغ مثلا اي دي. الان لاحظوا اذا قمت في عرض النتائج اصبح لدي بداخل البلوغ لدي مجلد اسمه اي دي سكوير براكت. بداخل سكوير براكت القواس مربعة. الان اذا اردت ان اجعل هذا المسار مرئي للعيان علي ان انشئ بيج بداخله. فاذا هذه المفهومة عندما نريد ان نجعل المسار مرئي مضيف له ملف بيج. فالان بداخل البلوغ وبداخل ال اي دي هنا سانشئ بيج دوت جي اس. هنا نفس القصة سانشئ ملف اسمه فونكشن بيج او سلوغ او اي شيء سميه ما تريد انت حر بالتسميات. فاذا هنا اتش ثري وهنا سنكتب اه this is this is a اه فقط. وهنا this is article اي دي. جيد. والان لنرى النتيجة. فاذا الان اذا ذهبت الى اه اه البلوغ هنا جيد. وكتبت واحد. لاحظوا سيظهر لي الهوم بيج هنا. وهنا this is article اي دي. طيب كيف احصل على هذا الاي دي الموجود هنا. المعلومة الاخيرة لهذا الدرس. كيف هو نحصل عليه? بكل بساطة من خلال البيج هنا يتم تمرير اه ربما نفكر بها. فاذا انا حاولت ان اقوم بكونسل دوت لوغ لهذه اللي فاذا اللي نرى ما هي. فاذا قلت بالتحديث هكذا. وكونسل لن اجد شيء مكتوب هنا. هل يمكنكم معرفة لماذا? لان بكل بساطة انا استخدم الاب دايركتوري. الاب دايركتوري خاص بماذا? خاص بالسيربر الكمبونت. هذا ليس السيربر. هذا هو اه كلاينت. فعليه ان انظر للسيربر. فاذا لاحظوا بالسيربر ظهرت لي النتائج. اه هذي هي البروبس التي انا قمت بكونس لوجينج لها وتسجيلها. فلاحظوا لديها فيها برامز هنا. التي هي ايدي واحد والسيرتش برامز. التي تأتي من الكويري. التي هي وثم شيء. هذا لا يهم. فاذا لدي برامز هنا. يمكن ان احصل عليها. فبكل بساطة يمكن ان اكتب هكذا. انه يمكن ان اسمي هذه كونتكست. لا اعرف ماذا يجب ان اسميها. اسميها كونتكست. يمكن ان اسميها اي شيء. فمن هنا سناخذ البرامز من الكنتكست. والآي دي هنا سناخذه بهذا الشكل. برامز دوت آي دي. لكن اذا لم يكن موجود سيعطي خطأ. فسنستخدم هذا. هذه الى question mark. فاذا تابعوا دروس موضوعات javascript. هي عبارة عن فيديوهات قصيرة. فيها بعض من هذه اللي تريكس. التي تتم استخدامها لكتابة كود اقصر ولتوضيح الامور. فاذا لاحظوا الان كتب واحد. لو كتبت مثلا عشرة. سيظهر لي عشرة. لو كتبت لالا او شيء كهذا. سيظهر لي نفس الشيء. طبعا لم يظهر لماذا? لم يظهر لان انا نسيت آآ مساحة السلاش عن طريق الخطأ. فاذا مرة اخرى فاذا سيظهر هذا الشيء. لو كتبت مثلا هنا لالا. ستظهر لالا. جيد. فاذا هذا هو بالنسبة لشرح درس اليوم. اتمنى انكم استفدتم. هذا هو من اساسيات آآ نيكس جأسر جديدة. آآ التلخيص هو في التكرار الافادة حتى لو كنت انت منزعج من التكرار في التكرار الافادة. فبداية الافكار التي تعلمناها في آآ هذا الفيديو هي اول شيء ان بناء المسارات يكون من خلال بناء مجلدات آآ مثلا هنا لدينا آآ دعونا نذهب لآآ فاذا تريح. فاذا يكون من خلال بناء مجلدات. اذا اردت سلاش بلوغ اقوم بانشاء مجلد اسمه بلوغ بداخل الاف دائريكتري طبعا. واذا كان آآ اذا اردت ان اجعل هذا مرئي فعلي ان اضيف له بيج. ويجب يجب 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 ان اضيف لي اوت رئيسي يكون موجود في جذر الاف دائريكتري. هذا اللاي اوت يحتوي على يحتوي على آآ بادي تاك. اتش تامل وبادي تاك. وآآ فقط. ويمكن ان تضيف طبعا اي شيء. لكن الاساسي. واتش تامل وبادي تاك. واذا اردت ان تضيف لي اوت مخصص لاي عنصر يحيط باي مسار معين. يمكن ان تضيف ايضا لي اوت فرعي. لكن هذا اللاي اوت الفرعي سيظهر بداخل اللاي اوت الرئيسي. فكأنك انت تقوم بنستنج لي اوت. بداخل لي اوت بداخل لي اوت بداخل لي اوت حسب المسار الذي انت تنشئه. فذلك اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس. وان شاء الله سنبدأ اعتقد بالفيديو القادم ببناء مشروع الداشبورد. فاذا نلتقي لاحقا. مع السلامة.